يتعرض نبيل معلول مدرب الترجل لحملة انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي زادت بشكل ملحوظ في الساعات الماضية ورغم تحقيق الفريق لفوز ثمين خارج الملعب بهدف دون رد ماما شبيبة القبائل الجزائري وفي ذاب ربع نهاي دور الابطال الافريقية فان المدرب المخضرم لم يسلم من غضب فيه من الجمعين واستندت هذه الانتقادات في مجملها وعلى ما قاله التونسي تارق ذياب محلل قنوات البيان سبورتس والذي انتقد نبيل معلول بشكل لاذع وحمله مسؤولية ترجع نتائج الفريق وخلال الفترة الاخيرة الهجمات العنيفة التي تعرض لها مدرب النادي العاصمي على شبكة التواصل دفعت لغلق التعليقات على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وغير العادية التي يتعرض لها نبيل معلول مخطط لها وتهدف للإيطاح به بهدف تمهيد الطريق وأمام عودة المدرب السابق خالد بن يحيا الذي ارتفع شعبيته بشكل غريب مرة أخرى المعصرون لتاريخ الترجي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي يتذكرون الانقسامات التي كان يعيشها الفريق وبين صفوفه والتي أثرت بشكل سلبي على النتائج وفي تلك الفترة كان الصراع على أشده بين شقين يقول الأول تاريخ ذياب وخالد بن يحيا في حين كان يتكون الثاني من نبيل معلول وبعض اللاعبين الشباب والتواصل كان شبه منعد بين الشقين وهو ما أحدث حالة من التشرذم في صفوف الفريق وجعلته يبتعد عن منصة التتويش ورغم الاعتزال فإن العلاقة بين تاريخ ذياب ونبيل معلول بشكل خاص ظلت عدائية كما يترجمه رفضهما الوجود معا في نفس البلاتوهات خلال فترة اشتغال مدرب الترجل الحالي في شبكة البيان سبورتس كما قام تاريخ ذياب عام 2018 وبتصريحات خطيرة مست من صمعة زميله السابق والذي تقدم بشكوى في الغرض لدى المحاكم التونسية بتهمته السب والقذف وكذلك الشتم وفي تحليله لمعظم مقابلات الأحمر والأصفر وخلال النسخة الحالية من تشامبيانز ديجا الإفريقية يتعمد محلل البيان سبورتس التقليل من شاء نبيل معلول بتلميحات يسعى من خلالها لتحريض الجماهير ضده ربط بعض المتابعين لشيخ لندية تونسية انتقادات تاريخ ذياب تجاه نبيل معلول وبسعيه لتأنيب بذلك جماهير الفريق ضده من أجل التعاقد مع مدرب جديد ويرتبط محلل البيان سبورتس بعلاقة قوية مع الكوتش الأسبق للفريق خالد بن يحيا وهو ما جعل بعض الأطراف تفسر الأمر وبوجود جندة خفية تهدف لمحاولة فرض الأخير على إدارة الفريق هذه الشكوك ازدادت بعد أن قامت عدة الصفحات على الفيسبوك بالترويج وبشكل متزايد لإسم خالد بن يحيا الذي أصبح مطلبا شعبيا لدى جماهير التواصل الاجتماعي ويبدو الأمر مريبا للغاية خاصة وأن الأخير تعاقد مع الفشل طوال السنوات الأخيرة حيث تعرض للطرد خلال تجاريبه الأخيرة مع كل من اتحاد تطوين والأولمبي الباجي ومولدية الجزائر وكذلك النادي البنزرتي كما عجز عن ترك بصمة خلال مروره الأخير مع شيخ لندية التونسية بسبب خياراته الغريبة وبفشله الذريع في التواصل ومما دفع بإدارة الفريق لإقالته قبل المواجهة أمامه بذلك الفريق أغوكسلو الأنغولي في إياب نصف نهاي دور الأبطال الإفريقية لسنة 2018